السلام عليكم ورحمة الله الكثير من الناس يسولون على ماء صورة الفاتحة والفوائد وماذا يليقها ما هو ماء الفاتحة؟ ماء الفاتحة هو ماء عادي نعمره من الروبيني أو ماء ماديني ونقربوه الفم ونقرروا عليه صورة الفاتحة بحيث أن البرد الذي يخرج من الفم يلامس سطح الماء بهذا الشكل هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واللي عندنا ماء صورة الفاتحة نشدوه نعمره بيهنا ونرشوه على الأماكن اللي نشكو فيها مخرج الدار مدخل الدار الأحدية الطموبيل بارشوك ديالها الوراني القدامي المدخل ديالها الباب اللي تدخل منه أي بلاسة شكيت فيها ما غير تخسر والو نرش بيه نرش 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 يعني رشات خفيفة بنية التوفيق خصك تكون نيتك صافية وكتعتقد أن صورة الفاتحة صورة عظيمة وعندها معجزات وقدراتها إلى ديالها إلا درتي هذه المسألة وطلبتي التوفيق بإذن الله ربي غي يجيبتي سير هذا المهادة درتولي أنه سهل لا يحتاج أن تذهب أو لا يحتاج أن تذهب تكون على وضع وتكون طاهر وحوجاتك طاهرين وتتوكل على الله وتصدر هذا الموذي يعني يكون يولي من عاداتك مع الأذكار الذكر مهم الأذكار دائما خروج من منزل ومع الفاتحة والله يسر لجميع والسلام عليكم ورحمة الله